اشتركوا في القناة انا لا اتحدث هنا عن شخص بعينه وانما اتحدث عن الجميع انه البرنامج المرجئ البتري التقصيري الذي وضعه اطوسي سنة 448 للهجرة ولا زال مستمرا هذا البرنامج معبئا بكل قذارات الثقافة السقفية الناصبية اقرأ عليكم من صفات الشيعة من كتب الصدوق انه الحديث الرابع عشر بسنده عن احمد بن محمد الخزاز قال سمعت الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنة على شيعتنا من الدجال تلاحظون ما قرأت عليكم من حديث من مسند ابن حنبل ومن امالي الطوسي عن النبي صلى الله عليه وآله الحديثان كان مشبعين بحروف التوكيد الكلام هو هو المنبع واحد الجهة واحدة ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن ان للتشديد وللتأكيد وهذه اللام لمن هو لام التوكيد ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنة على شيعتنا من الدجال الحديث عن الدجال الاعوار لان المصطلح هنا يتبادر منه بالدرجة الاولى الدجال الاعوار وبالدرجة الثانية دجال السقيفة ما هم مراجع النجف اكثر خطرا من دجال السقيفة هم اضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه تلاحظون ان المعطيات متماسكة حديث اهل البيت بعضها يشرح بعضها الحقائق واحدة وستلاحظون انني اضع بين ايديكم لوحة كبيرة متكاملة امامنا الرضا يقول ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنة على شيعتنا من الدجال احمد ابن محمد الخزاز يقول فقلت له يا ابن رسول الله بماذا كيف يكون هذا شيعي يعتقد بمودتكم يكون اشد فتنة على شيعة من الدجال قطعا امامنا الرضا لا يتحدث عن موظف مثلا في دائرة البلدية او عن طبيب في عيادته او عن نجار في سوق النجارين او عن تاجر يبيع السيارات مثلا انه يتحدث عن رجال الدين انه يتحدث عن العلماء عن المراجع يتحدث عن هؤلاء ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت هذا حديث عقائدي لمن هو اشد فتنة فتنة بعد الحديث عن العقيدة هذه ما هي فتنة القصابين او النجارين هذه فتنة اصحاب عمائم ابليس ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنة على شيعتنا من الدجال والدجال ان كان الاعوار او كان الناصبي فتنة هؤلاء فتنة عقائدية ما هي بفتنة جنسية ولا هي بفتنة مالية انها فتنة عقائدية احاديث الدجال الاعوار تحدثنا من ان الدجال الاعوار ينادي انا ربكم الاعلى ويدعو الناس الى عبادته فتنة عقائدية دينية الدجال السقيفي اسس دينا جديدا ونصب ائمة ونقض بيعة الغدير الامر عقائدي من اوله الى اخره فالحديث هنا عن الذين هم من الشيعة يتخذون مودة اهل البيت دينا وعقيدة انهم الفقهاء والمراجع ان ممن يتخذ مودتنا اهل البيت لمن هو اشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة اعدائنا ومعاداة اوليائنا ان نواصف انفسنا مثال من الامثلة قال بموالاة اعدائنا ومعاداة اوليائنا انه منهج حوزة النجاث تركوا تفسير علي وآل علي وذهبوا الى المنهج العمري في التفسير تركوا الزيارات والادعية ولم يستنبط العقاعد منها وذهبوا الى علم الكلام الاشعري المعتزلي الى الاشاعرة والمعتزلة تركوا قواعد التأصيل والتفريع في حديث العترة وفقا لمنهج لحن القول ومعارض كلامهم وذهبوا الى اصول الفقه الشافعي كي يستنبط احكام الدين وفقا لهذا المنهج منهج الطوسي منهج شافعي اشعري معتزلي في جانبه العقائدي وفي جانبه الفتوائي وهو منهج ناصبي طبري سقيفي في جانبه التفسيري قال بموالاة اعدائنا ومعاداة اوليائنا انه اذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الامر فلم يعرف مؤمن من منافق القطبيون النواصب من الشيعة هم الذين يتحكمون في الشيعة في بغداد والنجف في بغداد تتحكم الاحزاب الناصبية القطبيه الشيعية وفي النجف تتحكم العمائم الناصبية القطبيه الشيعية المنابر لمن المنابر لمدرسة الوائلي انها المدرسة الناصبية الشافعية الفخرية الرازية القطبية سائر الخطباء يكرعون في هذه القذارة الناصبية وبأوامر السستاني بأوامر مراجع النجف عموما وعلى رأسهم السستاني الفضاعيات الشيعية كذلك كل شيء في النجف وكربلاء هو كذلك قذارة ناصبية في قذارة ناصبية فقلت فقلت أحمد الخزاز حينما سمع الإمام الرضا يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال هكذا قال متسائلا متعجبا مستغربا يابن رسول الله بماذا فأجابه الإمام بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق القطبيون من الشيعة النواصب يسرحون ويمرحون في النجاف المعممون من طلبة الحوزة كثيرون منهم باتوا يؤمنون بما يطرح في قناة القمر لكنهم يخافون أن يتكلم بجملة واحدة مما هم يعتقدون به لماذا لأن السيف السيستاني سيدمرهم سيقطعون رواتبهم سيمنعونهم من التبليغ في الأماكن التي اعتادوا أن يذهبوا إليها سيشوهون سمعتهم وربما يقودهم محمد رضا السيستاني إلى السجون والمحاكم لأنهم إرهابيون هذا هو الذي يجري في النجاف قد لا تصدقون كلامي أنا لا أقول لكم صدقوا كلامي ولكن اذهبوا وابحثوا بأنفسكم في النجاف ستتلمسون هذه الحقيقة بنحو واضح بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا لهذا فإنهم سيكونون الحديث عن المراجع وعن الفقهاء سيكونون أخطر من الدجال أخطر من الدجال الأعوار الذي هو دجال النصارى واليهود ومن الدجال السقيفي الناصبي بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا قطعا كيف سيمررون هذا المنهج سيمررون هذا المنهج عبر الأكاذيب عبر الخداع والدجال منهج ناصبي لكنهم يغطونه بقشرة خفيفة من حديث أهل البيت من ثقافة أهل البيت أما هذا المنهج المرجعي المرجعي القذر فهو قذارة في قذارة ناصبية من أوله إلى آخره وهذا المطلب أثبته لكم بمئات ومئات ومئات من الساعات تشتمل على مئات ومئات 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 من الوثائق والحقائق والدقائق وكل ذلك يعرض عليكم ليل نهار في شاشة القمر وعلى الشبكة العنكبوتية الحجة قائمة عليكم لن تستطيعوا الفرار منها إلا إذا كنتم لا تعبؤون بذلك تلك هي مشكلتكم هذا الكافي الجزء الثامن من الكافي الشريف وطبعة طبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة ميتين وثلاثة الحديث ثلاثمية واثنين وستين بسنده بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه عن هشام بن سالم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن ممن ينتحل هذا الأمر ينتحل يعتقد ربما يكون لهذه الكلمة معنا آخر ولكن في هذا الحديث ينتحل يعتقد ومن هنا يقال الملل والنحل إنها العقائد الملل والنحل إنها الديانات والشرائع والعقائد إن ممن ينتحل هذا الأمر هذا الأمر دين محمد وآل محمد في زماننا دين الحجة بن الحسن إن ممن ينتحل هذا الأمر يعتقد به ليكذب أيضا جاءت لا متوكيد تلاحظون أن الأحاديث جميعا بلحن واحد بنسق واحد لأنها تتحدث عن جهة واحدة والنبي والأئمة يريدون أن يؤكد لنا هذه المضامين ولذا يستعملون لام التوكيد إن وهي للتوكيد أيضا إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى أن الشيطان لا لام التوكيد مرة أخرى لا يحتاج إلى كذبه هؤلاء هم مراجع النجا الشيطان لا يحتاج إلى كذب التجار التجار يكذبون على الشيعة تجار الشيعة يكذبون على الشيعة وأصحاب وأصحاب الحرف الموظفون في الدوائر وهكذا لكن الشيطان لا يحتاج إلى كذب هؤلاء لأن كذب هؤلاء آثاره محدودة الشيطان الشيطان يحتاج إلى كذب المراجع إلى كذب الفقهاء كي يستمر الضلال في الواقع الشيعي وهذا هو الذي جرى ويجري منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي الحوزة المشؤومة اللعينة في النجاف حوزة السفاهة والسفهاء إنها مركز الدجال الشيعي مركز الدجال الطوسي مركز الدجال النجفي الذي ينتشر وكلاؤه الدجالون في مختلف البقاء التي يتواجد فيها الشيعة بعضهم بالعمائم وبعضهم من دون العمائم دجالون بعمائم إبليس ودجالون من دون عمائم إبليس إن ممن ينتحل هذا الأمر لا يكذب حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه أعتقد أن الصورة واضحة ولا تحتاج إلى شرح كثير القضية واضحة فهذا الحديث يرتبط ارتباطا مباشرا بالحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل من صفات الشيعة أولئك الذين هم يتخذون مودة أهل البيت ويكونون أشد فتنة على الشيعة من الدجال لما سأل أحمد ابن محمد الخزاز الإمام الرضا يبنى رسول الله بماذا فماذا أجاب الإمام بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا كيف يتحقق هذا بخداع الشيعة وبالكذب عليهم يصورون لهم أولياء أهل البيت على أنهم ضالون ويصورون لهم أعداء أهل البيت على أنهم مهتدون فالقطبي الناصبي الشيعي القذر يكون مؤمنا صالحا والشيعي المهدوي الزهرائي يكون ماسونيا يكون ضالا ما هذا هو الذي تقوم به مرجعية السيستاني وسائر المرجعيات الأخرى في النجف وهو نفسه الذي يقوم به حزب الدعوة القطبي القطبي وسائر الأحزاب والتنظيمات الشيعية القطبية الأخرى ما هذا هو الذي يجري على أرض الواقع إن كان ذلك في عالم الديانة والمرجعية أو كان ذلك في عالم السياسة والحكومة وهذا الأمر ليس خاصا بشيعة العراق فحسب الذي يجري على شيعة العراق ينطبق على الشيعة في بقية البقاء لأنهم يرتبطون بشيعة العراق بشكل وبآخر إمامنا الصادق يقول إن ممن ينتحل هذا الأمر لا يكذب حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه نذهب إلى فاصل عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول غائل إن لولينا لولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل وعن أبي بصيره عن عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وثر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال إذا اختلفت بني أمية ذهب ملكهم ثم يملك بني العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلف فيما بينه فإذا اختلف ذهب ملكهم واختلف أهل الشرق وأهل الغربي نعم وأهل القبلة ويلخى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا نادى فالنف النف فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا يرد له رايت أبدا حتى يموت هذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه عوالم العلوم موسوعة حديثية لعبد الله البحراني من تلامذة المجلس هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة إنها طبعة عوالم العلوم مع مستدركاتها وهذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم المهدي صلوات الله عليه صفحة 317 رقم الحديث 1804 ما نقله من خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقد خطبها بالكوفة قطعا هذا جانب من الخطبة سأقرأ ما يرتبط بموضوع الحلقة من كلام أمير المؤمنين أيها الناس أيها الناس أيها الناس ألزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي وتخرج راية من من ولد الحسيني تظهر بالكوفة بدعامة أمية راية ترفع في الكوفة في النجف في الكوفة لشخص بدعامة أموية الإمام هكذا يقول وتخرج راية من ولد الحسيني تظهر بالكوفة بدعامة أمية ويشمل الناس البلاء هذه المضامين تنطبق على أيامنا أو لا ماذا تقولون أنتم قبل سقوط صدام هل كان يسمح لراية ترفع في الكوفة هل يسمح لراية شعية ترفع في الكوفة إن كان في زمان البعثيين أو كان في زمان الحكومات التي سبقت البعثيين منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 وما قبلها كان العثمانيون وما قبل العثمانيين كان وكان وكان فهل كان مسموحا للشيعة أن يرفع راية في الكوفة وأن يكون صاحب الراية شيعيا ينتمي إلى الحسين نسبا الإمام هكذا يقول في البداية هكذا قال أمير المؤمنين أيها الناس أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي ماذا هو الذي تفعله الأحزاب الشيعية القطبية القذرة إنها نبذت عهد الإمامة والولاية مثل ما فعل أكثر مراجع الشيعة كما بيّن لنا ذلك إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمائة أو عشر للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم هكذا يقول لهم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أمير المؤمنين يقول فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي نبذ عهد الأمير في زماننا هو نبذ عهد الحجة بن الحسن ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية إلى أن يقول سيد الأوصية وإياكم والدجالين من ولد فاطمة ما هذا دجال من الدجالين الذي هو حسيني وسيرفع رايته بالكوفة وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني ليس مني نسبا وليس مني عقيدة ودينا هذا الكلام ينطبق انطباقا كاملا على دجال البصرة أحمد إسماعيل الذي يقول من أنه اليماني ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم هذه مصادق من الدجال الشيعي من دجال حوزة الطوسي هذا هو برنامج الدجالين إنه برنامج المرجئة والبترية والمقصرة هذه المضامين تنطبق بشكل انسيابي صدقوني هم يتابعونني مراجع النجف يتابعونني أنا على علم يقيني بهذا لا أقول هذا الكلام تخرصا عندي معلومات كاملة مفصلة عن واقع النجف وماذا يجري في النجف وهم يتلمسون هذا من أنفسهم ويتحدثون بهذا مع خواصهم لكنهم يظهرون خلاف ذلك لعامة الشيعة ولسائر المعممين من صغار المعممين ممن ليس على علاقة خاصة بهم وهذا هو الدجال الدجال إظهار الشيء بخلاف حقيقته وهذا هو الذي يقومون به يضحكون على عامة الشيعة ويضحكون على عامة الحوزة وإن كان أصحاب العمائم في الحوزة هم جزء من الدجال وجزء من الضحك على ذقون الشيعة وهم يعرفون يعرفون التفاصيل هذا الأمر ما بات خفيا خصوصا بعد برامج قناة القمار ما بات هذا الأمر خفيا أمير المؤمنين هكذا يقول أيها الناس ألزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد هؤلاء دجالون فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمي هل مرة في تأريخنا منذ عاشوراء وإلى يومنا هذا هل مرت راية شيعية يقودها مرجع حسيني يكون مدعوما من النواصب هل مرة هذا علينا في التأريخ لا أعتقد ذلك وحينما أقول لا أعتقد ذلك هذه الكلمة مسلحة بخبرة في التأريخ الشيعي وبخبرة في تأريخ المرجعية في زماننا باتت المرجعية الشيعية تدعم تدعم بشكل واضح من السعودية ومن الإمارات ومن الاتجاهات المخالفة لأهل البيت بشكل واضح مرجعية السيستاني على سبيل المثال علاقاتها مع السعودية أتحدث عن الحكومة لا أتحدث عن علاقات بالشيعة في السعودية علاقاتها بالحكومة السعودية وعلاقاتها بالحكومة الإماراتية لا تخفى على المطلعين على تفاصيل ما يجري في منطقة الشرق الأوساط أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل إنما أجمل الكلام إجمالا وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية قد يقصد منها راية السيستاني وقد يقصد منها راية ولده من بعده الذي سيكون مرجعا في النجاف أتحدث عن ولده الأكبر محمد رضا وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم لأننا كلما اقتربنا من عصر ظهور إمام زماننا كلما ازداد عدد الدجالي هذا هو الجزء الرابع من معجم أحاديث الإمام المهدي مؤسسة المعارف الإسلامية الطبعة الثانية 1428 هجري قمري قموا المقدسة الناشر مؤسسة المعارف الإسلامية مسجد جمكران المقدس صفحة 474 من الجزء الرابع رقم الحديث 845 الحديث عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا ينتحلون حبنا يعتقدون حبنا فيضرب أعناقه لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم الإمام لا يتحدث عن عامة الشيعة إنه يتحدث عن دجالي الشيعة إنه يتحدث عن مراجع الشيعة فهم دجال الشيعة إنه يتحدث عن خطباء المنبر الحسيني هؤلاء كذابون دجالون ساقطون سفلة إنهم أعداء الحجة بن الحسن يضحكون على الشيعة بمقدمة تنسجم مع ثقافة العترة وبنعي في أكثر الأحوال يخالف ذوق الأئمة أدبا وعقائدا وما بين هذا وهذا يأتونكم بالقذارة الوائلية بالحشو الوائلي الناصبي وبقذارات مراجع حوزة النجف وكربلا وبجهل وبهراء وبسخف وبفكر ناصبي قذر فهؤلاء دجالون لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم هؤلاء هم الذين مر الحديث ومر الكلام بخصوصهم في الروايات المتقدمة هناك رواية ستشرح لنا المضمونة بنحو يكون أوضح وأبيان رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران صفحة 299 رقم الحديث 533 بسنده عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادقة صلوات الله عليه يقول لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله الإمام يتحدث عن كذابي الشيعة ليس الكذابين الذين يكذبون في الإعلام مثلا من المشتغلين في الحقل الإعلامي وهم مجبرون على أن يقرأ نشرات الأخبار والبيانات مثلا في القناة العراقية الحكومية التي تنشر الأكاذيب أو في سائر القنوات الشيعية الأخرى التي تنتمي إلى مرجعية السستاني تنتمي إلى مرجعية الشيرازي وسائر القنوات التي ترتبط بالأحزاب الشيعية القطبية القذرة على اختلاف أشكالها وألوانها الذين يقرؤون بيانات أو يقرؤون أخبار وهي مشحونة بالأكاذيب الإمام لا يتحدث عنهم إنه يتحدث عن الكذابين الكبار عن الذين يضعون على رؤوسهم تلك العمائمة التي يصل طول قماشها إلى ثلاثين مترا أو ما يكون قريبا من ذلك من قماش الوائل الهندي عمائمهم عمائم آيات الله العظمى تقارب الثلاثين مترا الإمام الإمام الصادق يتحدث عن هؤلاء الدجالين والكذابين ولذا فإنهم يعرفون حكمهم عند الإمام يقولون له ارجع لا حاجة لنا بك لأنهم يعرفون سوء موقفهم بين يدي الإمام وبعد ذلك يحاولون أن يدافعوا عن أنفسهم أن يدافعوا عن ضلالهم ألا لعنة عليهم فيخرجون لقتال الإمام ويبادون ألا لعنة عليهم وعلى دينهم وعلى منهجهم وعلى عقائدهم إنهم أعداء الحجة بن الحسن أتحدث عن المراجع الذين سيخرجون لقتال الإمام الحجة زمان ظهوره الشريف المفضل بن عمر يقول سمعت الصادقة صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله نذهب إلى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند أبي جعفر الثاني إمام الجواه صلوات الله وسلامه عليه فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته ثم خلق محمداً وعلياً وفاطماً وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون وليشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد هذا هو أدق وصف للدجال الشيعي إنها رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف هذه الطبعة طبعة ذو القربة إنها الطبعة الأولى قموا المقدس الرواية الرواية تبدأ من صفحة 271 رقم الحديث 143 لكنني أذهب إلى موطن الحاجة فالرواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة صفحة 274 إمامنا الصادق بين لنا أوصاف هؤلاء الدجالين إنهم دجال الشيعة أول صفة فيهم الجهل وهذه أوضح صفة في مراجع النجف وكربلا عن أي جهل يتحدث إمامنا الصادق عن جهلهم بثقافة أهل البيت لأن الإمامة هكذا يقول يتعلمون بعض علومنا الصحيحة شيء قليل عندهم معلومات قليلة من ثقافة العترة الطاهرة هذه أول علامة من علامات الدجالين طبقوها على خطباء المنبر تنطبق عليهم واحدا واحدا دون استثناء طبقوها على خطباء المنبر أنا لا أتحدث عن الخطباء المغمورين هؤلاء لقيمة لهم أساسا أتحدث عن الخطباء المشهورين المعروفين الذين تأخذوا الشيعة الدين منهم وطبقوا هذا على الذين يخرجون من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء في الفضائيات الشيعية يحدثونكم عن دينكم جهال حمير جهال حمير خصوصا هؤلاء الذين يتصدون للإجابة على أسئلتكم نيابة عن المرجعية العظيمة في النجاف جهال حمير هذه أول صفة فيهم الإمام الصادق هو الذي يقول أنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا الشيعة هم جهال فيضحكون عليهم بمعلومات قليلة يتعلمون بعض بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا الإمام يتحدث عن الشيعة النصاب عند نصابنا من أتباعهم من خواصهم حينما يجلسون فيما بينهم ويبدأون بإثارة الإشكالات على عقائد أهل البيت على معارف أهل البيت ويظهرون مديحهم لعلماء النواصب وإعجابهم بكتب علماء النواصب ما هذا هو الذي يجري في مجالس المراجع السفلة أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء السفلة الذين يضعفون أحاديث أهل البيت ويظهرون المدح والثناء لما ألفه علماء النواصب لأنهم يأخذون منهم ويتعلمون على موائدهم ويكرعون من عيونهم الكدرة القذرة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا بهذا البعض يتوجهون به يتوجهون بهذا البعض الذي تعلموا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه إلى هذا البعض من ثقافة العترة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا هذه إذا أردنا أن نحسبها ثم يضيفون إليه أضعافه أقل الأضعاف ثلاثة أقل الأضعاف ثلاثة وأضعاف أضعاف أضعافه أضعاف أضعاف ثلاثة أيضا أخرى وأضعافه وأضعافه إذا أردنا أن نجمع ذلك ستكون النسبة هكذا هكذا إذا كان ما تعلموه من ثقافة العترة بنسبة عشر بالمئة فإن الأكاذيب ستكون بنسبة مية وعشرين بالمئة يضيفونها إلى العشر بالمئة فماذا يبقى منها هذا هو الدجل دينهم يتألف من مية وعشرين بالمئة أكاذيب يأتون بهذه العشر بالمئة يأتون بها غطاءا رقيقا يصبغون تلك الأكاذيب بهذه الصبغة وهذا هو الدجال بالضبط الدجال هو الذي يصبغ الحديد مثلا بماء الذهر كي يظهر للناس أن الحديد ذهب هؤلاء هم الدجالون القذرون إنهم مراجع النجف وكربلاء الإمام يتحدث عن مراجع الشيعة هنا يتعلمون بنسبة عشر بالمئة ثم يضيفون إليه أضعافه أضعافه أقل الأضعاف ثلاث مرات أضعاف أضعاف أضعافه 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 والبعض والبعض من أكاذيبهم هم من أكاذيب مراجع الشيعة أنفسهم أضعافه 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 وأضعافه بالوثيقة الديخية ما ردي أجيب الأسوان واحد قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لأخر بابل ما توصل للنوبيلية قال توصل اطمئنن تركبهم يعني باش ايش يعمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عبارة واحد من الأعلام أخبر خمسة قل يلمستعجب مش ده أقول له تركب يعني قلاغة أهمي شيني كما تقول قلاغة أهمي شيني يتبقوا لهم وكان حالة أسمي فقوش ديخ تعرفي فقوش والنس عبارة كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه مالي تأجيب الأسوان عرضها قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا لا معلم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة إذن هذه مواصفاتهم ولازلنا مستمرين في ذكر مواصفات الدجال الشيعي الذي هو الأخطر يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به بهذا البعض عند شيعتنا وينتقسون بنا عند نصابنا من خواصهم وأتباعهم ومن هم على منهجهم ثم يضيفون إليه إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه يضيفون إليه أضعافه الأضعاف ثلاثة وأضعاف الأضعاف أضعاف الأضعاف تسعة مع ثلاثة الناتج اتناعش إذا حولناها إلى نسبة مئوية فإذا كان البعض الصحيح الذي تعلموه بنسبة عشرة بالمئة الأكاذيب ستكون بنسبة مئة وعشرين بالمئة أكاذيب مفضوحة هؤلاء نواصب يغطون الأكاذيب بهذا القليل الذي تعلموه من ثقافة العترة وهذا هو الدجل في أوضح مصادقه هذا دجل أوضح من دجل الدجال الأعوى وأهضح من دجل الدجال السقيف لكنه يخفى على الشيعة لماذا؟ لأنهم جعلوا الشيعة حميرا وركبوا على ظهورهم وقالوا لهم ديخ والشيعة فارحونا جدا بديخيتهم بل يتفاخرون بهذه الدخية لا أدري على أي شيء سأحسد الشيعة على غبائه على ديخيته على طاحت حظه على أي شيء لا أدري يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا إنهم أدريخيون فيتقبله الذين استسلموا له فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم هذا هو الدجل يضحكون على الشيعة على أن هذا من علم محمد وآل محمد على أن هذه الثقافة ثقافة العترة وهي أكاذيب أكاذيب النواصب وأكاذيب هؤلاء المراجع السفلة بأنفسهم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا لأنهم غطوا هذه الأكاذيب بهذه النسبة القليلة من ثقافة العترة مئة وعشرون أكاذيب يغطونها بعشر بالمئة من الكلام الصحيح من الصدق فيخدعون الشيعة فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا هؤلاء ضعفاء العقيدة ضعفاء الثقافة ضعفاء المعرفة الذين يخدعون بهذه الطبخة الدجالية مئة وعشرون بالمئة أكاذيب أكثرها من أكاذيب النواصب ويضيفون إليها من أكاذيبهم هم من أكاذيب المراجع أنفسهم من أكاذيب أساتذتهم الذين سبقوهم أو من أكاذيب معاصريهم أو من أكاذيبهم هم بأنفسهم يغطونها بعشر بالمئة من الكلام الصادق وهؤلاء الشيعة لم يثقفوا ثقافة أصيلة لو ثقفوا أنفسهم على برامج قناة القمر لن يستطيع هؤلاء الدجالون أن يخدعوهم إذا ما ثقفتم أنفسكم بثقافة قناة القمر لا يستطيع السيستاني ولا بشير النجف ولا 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 سائر المراجع أن يضحكوا عليكم وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لماذا؟ فإنهم شمر وحرملة فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال فإنهم شمر وحرملة وعمر ابن سعد وأمثال هؤلاء فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء هؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون دجالون الدجال هو الذي يجعل الحديد يشبه الذهب بتغطيته بماء الذهب وهؤلاء هكذا يفعلون يشبهون على الشيعة من أنهم نواب صاحب الزمان من أنهم يمثلون محمدا وآل محمد من أن فتاواهم هي فتاوى إمامنا الصادق وهي فتاوى شافعية إمامنا الصادق متى قال من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة متى قال هذا إمامنا الصادق في أي كتاب إمامنا الصادق في هذا الكتاب في الإحتجاج قال فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل هذا فعل مضارع معلام الأمر أقوى في الأمرية من فعل الأمر لوحده فليقل علي أمير المؤمنين هذا الكلام يشمل الصلاة ويشمل غير صلاة متى قال إمامنا الصادق من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة هذه الفتاوى وفقا لمنهج الشافعي فتاوى السيستاني وسائر المراجع الآخرين هؤلاء يضحكون عليكم فتاوى يشبهون عليكم من أنها فتاوى إمامنا الصادق وهكذا كل شيء في هذه الحوزة النجفية القذرة كل شيء فيها مغطا بشيء من ثقافة العترة إذا ما رفعنا دخلنا في قذارات النواصل وهؤلاء علماء السوء النهصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون وهم يكرعون في كتبه ويأخذون الدين منهم فكيف يعادونه وإنما يضحكون أهل الشيعة على أنهم شيعة وشيعة هكذا يتصورون من أن عقائد المراجع أقوى من عقائدهم هؤلاء نواب صاحب الزمان وهم لا يعلمون أن المرجع لن يكون مرجعا في النجف إلا عقائد خرط وطايا حضا هذا الكلام يشمل الجميع أتحدث عن المراجع الذين تقلدهم الشيعة لا شأن لي بالذين لا تقلدهم الشيعة المراجع الكبار الذين تقلدهم الشيعة لن يرشح للمرجعية إلا عقائد خرط طايا حضا هذا الكلام ما هو بكلام سياسي ولا هو بكلام سوقي هذا الكلام ناتج عن تحقيق وتدقيق كاملين عبر التأريخ الشيعي منذ سنة 448 وإلى يومنا هذا على الأقل المراجع الذين عاصرناه ما بهم ولا مرجع عقائد صحيحة عقائد خرط أحد مواصفات المرجع أن تكون عقائد خرط أن يكون موقف السلبي من حديث أهل البيت حتى يصير الأخ محقق جاء شلون يصير محقق غير لازم يرفس أحاديث أهل البيت برجلة حتى يصير محقق ولازم عقائد عقائد خرط حتى يصير الأعلم مر علينا الحديث عن إسحاق الفياط وهذه ما هي حالة خاصة به هل جميع هكذا انتخبه السيستاني على أنه الأعلم من بعده لأن عقائد خرط لأن دين طايا حظ لهذا السبب انتخبه الأعلم لأنه وهمهيجي على هذا الأساس انتخبه هذه هي الحقيقة من الآخر إذا لم تكن هذه الحقيقة إذن هذه الروايات كلها عن من تتحدث هل تتحدث عن بابا الفاتيكان مثلا هل تتحدث عن شيخ الأزهر ما هذه الرواية هي الرواية التي فيها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوا مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ويقطعون الرواية لا يكملون وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم القلة يتصفون بهذه المواصفات تتم تتمة الكلام لا ينقلونه لكم وهذا هو الدجل دجالون هؤلاء دجالون لو لم يكونوا دجالين لماذا لا ينقلون لكم بقية الكلام وهذه الرواية نفسها التي أنا أقرأ منها والإمام الصادق يتحدث عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هذه مواصفاتهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة عشر بالمئة ويضيفون إليها مئة وعشرين بالمئة من الأكاذيب من أكاذيب النواصب ومن أكاذيبهم أنفسهم هم ولذا فهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون مشبهون طبقة خارجية فقط إذا دخلت إلى العمق فإن نصبهم سيكون واضحا وصدقوني هذه هي الحقيقة هؤلاء نواصب في باطنهم لا أتحدث عن العاطفة لا يبغضون محمدا وآل محمد لكنهم يعتقدون من أن منهج النواصب هو المنهج الحق صدقوني يعتقدون بهذا ويعتقدون من أن علماء النواصب هم الذين يجب أن يتبعوا ولذا يأخذون دينهم من كتب هؤلاء تفاسير الشيعة منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا عيال على تفاسير النواصب لماذا لو كانوا يعادون النواصب هل يأخذون تفاسيرهم وهل يعتمدون منهجهم هذا الوهلي تسعون بالمئة بل أكثر من تسعين بالمئة من أحاديثه منقولة عن الفخر الرازي أو عن سيد قط وعن أمثال هؤلاء النواصب لو كان يعاد هؤلاء هل يجعل المنبر الحسينية بنسبة تسعين بالمئة من فكر هؤلاء النواصب لماذا مراجع النجف يريدون من الشيعة أن يتعلم من الوائل دينه لأنهم يعلمون أن الفكر الذي يطرحه الوائل فكر ناصبي صرف وهم يميلون إليه هذا هو واقع النجف ليس في زماننا هذا منذ زمان طوسي منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا إلى هذه اللحظة هذا هو الدجال الشيعي الذي تحدثت عنه الروايات وإلا فأين هو في أي مكان هذه الروايات التي تخبرنا عن الدجال الشيعي بمصاديقه الواضحة في مراجع التقليد أين هؤلاء في أي مكان الأئمة يتحدثون عن الأكثرية من أن أكثر مراجع التقليد دجالون أين هؤلاء في أي مكان في أي بلد حينما يتحدث الإمام الصادق عن دجالي مراجع الشيعة هل يتحدث عن مرجع مثلا في مدينة الأهواس أو في جنوب لبنان مثلا أو في مدينة لاهور في باكستان مثلا إنه يتحدث عن مراجع التقليد في النجاف في عاصمة التشير لأنه يتحدث هنا عن الشيعة عموما حين يقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا هو لا يتحدث عن الشيعة في الأهواس أو عن الشيعة في الكويت أو عن الشيعة في بيروت إنه يتحدث عن الشيعة جميعا الشيعة جميعا يقلدون مرجعا في لاهور ربما يوجد مرجع في لاهور يقلده بعض الشيعة الفاكستانيين لكن الشيعة عموما يقلدون مراجع النجا فالإمام يتحدث عن هؤلاء هؤلاء هم علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا في تضعيفهم للروايات والأحاديث في تضعيفهم للأدعية والزيارات في إصدارهم الفتاوى من أن ذكر علي يبطل الصلاة في إصدارهم للفتاوى من أن عقيدة الرجعة ليست ضرورية ويأتي الشيعي ويقرأ ما يقرأ من الأحاديث ومن الزيارات والأدعية فيرى أن الرجعة عقيدة في أعلى مستويات العقائد والمراجع يصدرون الفتاوى من أنها ليست ضرورية أو أن بعضهم يسخر منها ويستهزئ بأحاديثها يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونه ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هذه مواصفات مرجع التقليد الأعلم في النجف صدقوني هذه هي مواصفاته في النجف يختارون مرجع التقليد الأعلم وفقا لهذه المواصفات الأكثر تضعيفا لأحاديث أهل البيت الأكثر إثارة للشكوك والشبهات على عقائدهم هذا محقق مضرط هذا هو الأعلم هذا هو الأضرط وهؤلاء علماء سوء أن نحصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب إلى أن يقول إمامنا الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتلاحظون لحن الكلام اختلف إنه يتحدث عن شخص واحد عن قلائل لأن الأكثرية ستبقى على ضلالها لأنهم يتبعون مراجع السوء مراجع الضلالة مراجع حوزة الطوسي هؤلاء السفهاء هؤلاء الحمقى لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه نحن نتحدث عن مسار التعظيم المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ملبس يعني دجال إنه يلبس الحديد الذهب وهذا يلبس الدين النصبية بصبغة شيعية من ثقافة العترة مئة وعشرون من النصب يصبغها بعشرة بالمئة من التشيع الصحيح هذا هو الملبس هذا هو الدجال الدجال الشيعي هو هذا لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر وَلَكِنَّهُ من مراجع النجف في النجف استمعوا إلى هؤلاء السفهاء من مراجع النجف وشوفوا شلون يمثلتون ويمضرطون نجف حوزة الطوسي هو هذا أما نجف علي نجف الإيمان ونجف الإسلام ونجف البلاغة والفصاحة ذلك هو نجف علي هو نجف الحجة ابن الحسن هذا نجف نظري فكري عقائدي فقط لا وجود له على أرض الواقع النجف الموجود نجف مستباح من هؤلاء السفهاء من هؤلاء الجهال إما أن يكونوا خرسا لا يتكلمون يسترون عيهم وغباءهم وضعفهم بهذا السكوت وإما إذا ما تكلموا كما نعبر في التعابير السوقية العراقية يقومون مضرطون آيات الله العظمى وهذا الكلام لا يحتاج إلى كثير من البعض لقد عردت ما عردت من هذا التمضرط والتمسلت لآيات الله العظمى الكثير والكثير في برامج وعلى شبكة وعلى شبكة العنكبوتية هناك الكثير والكثير من تمضرط واتمسلت آيات الله العظمى ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة فهذا دجال ملعون هذه مواصفات دجال النجاف ما يعلمه من ثقافة العترة شيء قليل أكثر معلوماته أكاذيب من أكاذيب النواصف أو من أكاذيبه هو لأنه حينما يستخرج رأيا سيعود إلى أكاذيب النواصف فما يستخرج من الأكاذيب أكاذيب حتى لو خلط معه شيئا يسيرا مما تعلمه من ثقافة العترة النتيجة ستكون أكاذيب معلوماته قليلة بخصوص ثقافة العترة أكثر ما عنده أكاذيب إنها أكاذيب النواصف وأكاذيب المراجع السابقين من أساتذته وأكاذيب المراجع المعاصرين إضافة إلى أكاذيبه هو هم يستنتجون الأكاذيب من الأكاذيب وهؤلاء ضالون ويضلون الشيعة فضلوا وأضلوهم يضحكون على الشيعة كذابون هؤلاء وهم أضار على ضعفاء الشيعة من شمر وحرملة على الحسين وأصحابه وهؤلاء هم علماء سوء ناصبون مشبهون دجالون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ماذا يفعلون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا وماذا يفعلون لهم فيضلون ويمنعون عن قصد الحق المصيب هؤلاء ملبسون كافرون وهؤلاء ملعونون في الدنيا معذبون في الآخرة هذا هو الدجال النجفي الطوسي الشيعي إنه من شيعة الطوسي إنه من شيعة مرتضى الأنصاري إنه من شيعة الخوئي إنه من شيعة محمد باقر الصاد إنه من شيعة السيستاني إنه من شيعة الوائلي من شيعة هؤلاء هذا هو الواقع المر الصريح المقشر من دون حذف من دون تحريف من دون مجاملة لا أقول لكم صدقوني ولكن عودوا إلى الحقائق والوثائق التي ذكرتها في برامجي وتأكدوا من ذلك بأنفسكم لا تصدقوني احترموا عقولكم ولا تبقوا حميرا عند هؤلاء المعممين السفلة عند المراجع وأبنائهم وأصهارهم مجموعة سرسرية وهتلية يضحكون عليكم مثل ما ضحكوا على أجدادكم وآبائكم منذ سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة وإلى يومنا هذا نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستخيل صار واضحاً لديكم كبار الدجاجلة ثلاثة الدجال الأعور دجال النصارى واليهود بحسب ما عندنا من النصوص إنها حضارة الإنسان قطعاً هناك من يمثلها هناك أشخاص يمثلون هذه الحضارة هذه الحضارة لها وجه إيجابي ولها وجه سلبي حينما نتحدث عن دجال الحضارة هذا نتحدث عن الوجه السلبي في هذه الحضارة الوجه الإيجابي سيكون مؤيداً وسيكون متصلاً بالمشروع المهدوي الجانب السلبي هو الذي سيقف في وجه المشروع المهدوي ولا قيمة لهذا الدجال لأن كل هذا سيحدث بعد الظهور حيث أن الإمام يفعل ولايته التكوينية وولايته التشريعية فمن أي شيء نخاف من هذا الدجال الأعوار الدجال الثاني هو الدجال السقيفي الذي كفر ببيعة الغدير هذا الدجال بالنسبة لنا أضراره تأريخية أضراره دخلت في تأريخ أجدادنا وآبائنا في تأريخ أسلافنا واستمر هذا الضرر حتى وصل إلينا لكن في زماننا فإن صورة صارت واضحة نحن لا نخاف من الدجال السقيفي على عقائدنا قد نخافه أن يقتلنا أن يفجرنا مثل ما فعلت القاعدة ومثل ما فعلت داعش ومثل ما فعلت الحركات الإرهابية التي هي من فروع جماعة الأخوان جماعة ذلك الإرهابي حسن البنة وذلك هل خذر النجس سيد قطب نخافهم أن يمارس إجرامهم لكننا لا نخافهم على عقائدنا الصورة باتت واضحة الخوف كل الخوف من الدجال الثالث من الدجال النجفي من الدجال الشعي من دجال حوزة الطوسي الدجال الأعوار لن نخافه لأن قمة دجله ستكون زمان الظهور الدجال السقيفي ألقى بكل سمومه فنحن لا نخاف من سمومه العقائدية الدجال الأخطر هو الدجال الشيعي دجال حوزة النجف دجال ناقض لبيعة الغدير لكنه ليس بالعلان بنحو بنحو تدجيلي هو ينسف بيعة الغدير نسفا لكنه يظهر الإيمان بها لفظا أمام الشيعة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع السؤال الأول هل فسر مراجع النجفي القرآن عبر الكتب أو عبر الخطباء وفقا لتفسير علي وآل علي مثل ما بايعنا في بيعة الغدير الجواب كلا وكلا 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 إلى أن ينقطع النفس ولكن في الوقت نفسه يقولون للشيعة هذه تفاسير أهل البيت دجالون كذابون السفلة تفاسير ناصبية ويقولون للشيعة هذه تفاسير أهل البيت وحينما يرتقون المنابرة لا يأخذون منها يذهبون بشكل مباشر إلى التفاسير الناصبية فيفسرون للشيعة على المنابر وفي الفضائيات ويدرسون الطلاب إذا ما أرادوا أن يدرسوا القرآن يذهبون بشكل مباشر إلى تفسير الفخر الرازي إلى تفسير الآلوسي إلى تفسير الطبري بشكل مباشر ولا يعودون إلى تفسير الشيعة الناصبية القذرة كتفسير الطوسي كتفسير الطبرسي كتفسير الطباطباء وغير أولئك من الذين كتبوا في التفسير الناصبي القذر الذي يقال عنه للشيعة من أنه تفسير أهل البيت هؤلاء هم الدجالون هم الدجالون نقضوا بيعة الغدير نقضوا الدجال السقيفي لبيعة الغدير نقض علني نحن لا نخاف منه حدة خطره مرت أتحدث عن حدة الخطر العقائدية والفكرية الخطر كل الخطر عند هؤلاء الدجالين عند مراجع النجف وكربلا كتبهم فتواهم عقائدهم برامجهم دجالية النصبية يضحكون على الشيعة من أنها من دين العترة الطاهرة ولا علاقة لها بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد تريدون أن تعرفوا ذلك عودوا إلى برامج لا أقول لكم اقبلوا كلامي لا أقول لكم صدقوا بكلامي أقول لكم عودوا واتطلعوا لأنكم لن تجدوا موطنا فيه من الحقائق كما في برامجي مع ذكر المصادر مع بيان الوثائق والحقائق تأكدوا من ذلك بأنفسكم كان كان في نية أن أقرأ عليكم من خطبة لسلمان الفارسي يتحدث فيها عن بيعة الغدير لكنني أرى وقت الحلقة قد انتهى سأترك هذا إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى هناك الكثير من الكلام كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وفي القلب لبانات لبانات يضيق لها صدري وفي القلب لبانات أقول هذا حقيقة وفي القلب لبانات اللبانات الكلام المهم الذي يجيش في الصدر ويجول في أحنائه ويعتصر القلب بسببه كما قال أمير المؤمنين أختم حديثي وفي القلب لبانات لبانات يضيق لها صدري أسألكم الدعاء جميعا نلتقي غدا إن شاء الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر